اهلا بكم مع اعزائنا وهذه الحلقة الجديدة من بيت القصيد من لبنان الارز لبنان الحرية لبنان قصيدة السماء للأرض ووشوشة التراب في قلوب المحبين من هناك جاءنا شعر الجميل المهندس يوسف الخطيب حاملا قلبه ديوان شعر ويومياته مشاعر اهلا بك يوسف الخطيب حللت اهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد اهلا بكم سيد مصدر حياكم الله ونشكر لكم هذا استطافة الكريمة حياكم الله جميل اهلا بك يوسف قبل ان تخبرنا قليلا عن علاقتك والشعر توطئة قصيرة بدقيقة او دقيقتين حدثنا بها عن يوسف الخطيب ترجمة لسيرة ذاتية قصيرة تقدمها للجمهور العراقي وعموما يتابعوننا من المحيط الى الخليج ومن البحر الى تحياتي المشاهدين الكرام انا يوسف الخطيب من لبنان انا من شمال لبنان نشأت في قرية شمال لبنان اسمها اكروم تتمتع بطبيعة خلابة وبالمناسبة ارسل تحياتي لأهلي في جبل اكروم جميعا نشأت على حب الشعر منذ صغري منذ نعمة اظافري كنت اذهب الى الطبيعة وتأمل وحاول ان اكتب خواطري على اوراق حتى نضجت شيئا ما ثم بدأت ادرس العلم العروض واللغة وتعمق بها اكثر وكانت بداية مع الشعر بداية اي شعر يعني بداية جميلة رقيقة ثم تعمقنا اكثر واكثر بعدما قرأنا دوابين كبار شعراء العرب واصارت التجربة الحمد لله انا الغريب في تجربتي انني لست مختصة باللغة العربية ولست طالبا في كلية الاذاب او ما شبه انا مهندس ادرس المواد العلمية البحثة يعني لذلك كان انه غريبا شيئا ما ان اكون شاعرا ومهندسا ولكني انا كنت ارى ان هذا ما يميز تجربتي لانني اعتقد شخصيا ان الشعر هو نوع من انواع الهندسة انا اعتقد ان شكل من اشكال الهندسة نعم الشعر هو يهندس الكلمات واعتقد ان حتى بنظر الفراهيدي عندما اوجد بحور الشعر اعتقد ان كان لديه مخا رياضيا كاملا لحد كي يصيغ هذه التفاعيل الجميلة التي هدانا اياها احسنت احسنت يا يوسف لي قصيدة تتحدث عن بدء علاقة وتكويني مع الشعر اقول فيها تفضل مذ كنت طينا مذ كنت طينا ارفع صوتك قليلا لو تكرمت مذ كنت طينا وسواني الذي برأى وسواس شعري خناس وما فتئ مقاسما ناصحا قلبي وباصرتي دلاهما بغرور منذ ان بدأ فهل ادلكما نبئت عن ثمر ما ذاق مخمصة من ذاق او ضمأ وكل ما حاول من مكره هربا قد الفياه لدى باب الرؤى اندرأ فلا تخافا كلا لن تهبطا ابدا ما رام نيل المنا الا من اجترأ تفاحة الشعر فيها الخلد لو اكلت وليس اكلها قد عاقر الخطأ قدت غواياته قمصان اخيلتي حتى صبوت فولى مدبرا ونأى ومذأكلت اراني خاصفا ورقي علي اواري ما في اضلع اختبأ ما كان جرحك يا امي وجرح ابي حتى اتيت بحزن الارض ممتلئة اهندس الشعر وفق الجرح هندسة انا الحريق انا الحريق الذي بالباء منطفأ انا الخطيب الذي علمت منطقه وهدهد الشعر قد اعطاني النبأ ما يؤتى اليك بعرش الشعر ثم ترى بل قيس شعرك طوعا غادرت سباء يا الله طوعا غادرت سباء جميل جدا يا يوسف لا فضة شكرا كذا اردنا ان نتحدث عن فكرة الرياضيات في الشعر كأن تزاوج ما بين مفردتين متناقضتين او ما بين مثلا بقعتين جغرافيتين كل واحدة منهما في منطقك ان تجمع الشمال والجنوب في بيت واحد او السماء والارض في بيت واحد او البعد والقرب في بيت واحد او الازدياد والنقصان هذه العبقرية الرياضياتية باعتقادك هل هي امر مصطنع من الشعراء ام تأتي طوعا حدثنا عن تجربتك الخاصة في هذا الامر والله انا اجد من لديه دماغا رياضيا لا شعريا يذهب الى هذه المتناقضات في الشعر صناها الحياة عبارة عن متناقضات بأكمل تكون حينا في قرب وحينا في بعد وحينا في اشتياق وحينا في بعد وحينا في فقر الحياة كلها متناقضات وكذلك الشعر وانا ارى ان اعذب الشعر واجملهما فيه هذه المتناقضات لان الشعر يجب ان يروي حكايتنا وحياتنا وتجربتنا الشخصية فعلا والتجربة الرياضية الهندسية أظنها أن تفيد أكثر في هذا المجال إذن الرياضيات والهندسة هي علم قائم على افتراض ما ثم تدرسه إما تعارضه وإما تكون معه ونحن كذلك في الشعر إما نعارض قصيدة إما نؤيدها إما نعارض افتراض ما تكون معها على سيرة تعتقد ماذا؟ أعتقد أن هناك علاقة كبيرة بين الهندسة والرياضيات ومتناقضاتها والشعر كذلك على سيرة المعارضة يا يوسف هل معارضة قصيدة القدماء لا تزال فنا حيويا وتفاعليا وقابلا لأن يجد مثلا اهتماما من الذواقين والقراء والكتاب أم أنه أسلوب يعني يكتب به الشعر أحيانا ولا يكترث لرجع الصدى أريد رأيك الخاص هنا والله أنا أعتقد أن المعارضات هي فن جميل جدا من فنون الشعر العربي وأنا أعتقد أن على كل شاعر معاصر أن يقرأ شعر القدماء هل له جمهور هل له جمهور طيب حتى نوضح للسادة المشاهدين فكرة المعارضة المعارضة أني أحفظ قصيدة ما فتعالج هذه القصيدة موضوعا معينا يعجبني موسيقى هذه القصيدة وزنها وقافيتها وفكرتها هذه الفكرة إما أن أدرسها وأكون معها وإما أن أعارضها فكريا هذه تسمى معارضة في الشعر أن أخذ القصيدة وزنها وقافيتها كما هو أدرس محتواها سواء كنت معه أو ضده بالفكر هذه القصيدة بالعكس هذا الفن أنا أراه فنا جميلا جدا وله جمهور مميز الجمهور الذي يحب المعارضات هو الجمهور المثقف الذي لديه خلفية شعرية كبيرة أنت عندما تعارض أنا معارضة سأسمعك الآن معارضة لعمر بن كلثوم أن يتوفر معك معارضة عندي معارضة لمعلقة عمر بن كلثوم هذه القصيدة عندما قرأتها بثت فيها روح الفروسية العربية أنت تعرف أنت أدرى مني كم هي فيها من معاني الفروسية والعروبة الجميلة التي نعشقها ونرسمها في خيارنا أقول تفضل ألا مخاطبا معلقة عمر بن كلثوم أقول ألا هب الغدات وإيقظينا ألا ألا هب الغدات وإيقظينا فلم يزل النيام مدثرين وقد أنفت مخادعهم كراهم وتفتأ تستثير النائمين أعيدي قصيدة ذات فجر لنا حقب الكمات الفاتحين ومدي في عباب التيه كفا بها لشواطئ الذكرى خذينا خذينا قاب أمنية أودنا إلى الماضي التليد وذكرينا بأمجاد الرجال بمن تساموا بأزمنة الرعيل الخالدين الله وطوفي بالحمى فلعل ومضا يذكرنا سناه بما نسينا سلي عمر ابن كلثوم سلي عمر ابن كلثوم أيدري بما فعلت خطوب الدهر فينا فإن قد هرمنا بالمآسي وما خر الجبابر ساجدين يا الله فإن قد هرمنا بالمآسي وما خر الجبابر ساجدين ورايات العداد تردن بيضا وقانية تعدن وقد روينا ويشرب غيرنا عذبا فراتا ونشرب دونهم كذرا وطينا أضعنا صولة التاريخ منا وما عدنا نغيث الله فينا لجمنا العاديات وقد غمدنا فما ضبحت ولم نكن مصلتين ولسنا بموريات ثم قدحا ولسنا بالإغارة مصبحينا لجمنا فما أثرنا اليوم نقعا بباغ ما وسطنا بنا عرينا إذا حمي الوطيس فجل قومي تولوا عند زحف مدبرين شباب الجيل غرته الأمان ويحذو الآن حذو الماجرين وأهل الحل والعقد كسارا يجيئون الغزاة متأطئين ومن ملك الشجاعة رد همسا ومن ملك الشجاعة أترد همسا وأعلن موقف المستنكرين يا الله ومن ملك الشجاعة رد همسا وأعلن موقف المستنكرين وتفعل فعلها النكبات حتى كبرنا في الشتات معذبين الله عليك فلسطين التي طعنت بغدر غدرناها وكنا الطاعنين قباب القدس تنزف من أساها تلاحقها سهام الغادرين نحاصرها ونقتلها بصمت ونمعن بالتخاذل خانعين ونمنع عنهم كلأ وماء وأدوية وخبز الجائعين وغزة بالعراء تنام ثكلا على مرأة العروبة أجمعين وغزة بالعراء تنام الثكلا على مرأة مرأة العروبة أجمعين ومن تحت الركام تزف كلمة صغارا بالدماء مضرجين أماطوا عن وجوه الكون طرا لثاما يستر المتآمرين هم وعد الرسول على رباط على الدين استقاموا صابرين هم وعد الرسول على رباط على الدين استقاموا صابرين وفي الأكناف تلقاهم ليوثا يلاقون الأعادي زائرين على ثقل المواجع ثم ظلوا على الحق المقدس ظاهرين وما كيد العواذل ضر يوما ولا الخذلان من متخاذلين عظيم وجرح الشام وجرح الشام وجرح الشام أثخننا التياعا وغار وأيقظ الدمع السخينة فلا بردا يبلسب معتراها ولا نفحت رحيقا يا سمينة ولا الأموي ينعم بارتياح ولا نعبت جباه القانتينة يا الله إذا فسدت بلاد الشام كبر علينا أربعا فلقد نعينا وذجلة والفرات إذا فسدت بلاد الشام كبر علينا أربعا فلقد نعينا وذجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعبين يا الله وبغداد وبابل في سجون تقيدها سلاسل حاقدين وبغداد وبابل في سجون تقيدها سلاسل حاقدين الله عليك يوسف تذوق علاقم الدنيا وتبكي لمعتصم وما سمع الأنين عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين وإن مدركون يقول أهلي فيا رباه خذهم مغرقين وفي السودان في صنعاء تلقى ديارا لا تسر الناظرين يا الله أنبقى هكذا مزقا رعاعا نساق إلى الحتوف مقرنين إذا عدنا توحدنا وربي سيأتينا الأعادي راكعين ونرجع نملك الدنيا ونبني صروح المجد لا نحني جبينا بحبل الله لو عدنا اعتصمنا تسيدنا الوراء دنيا ودينا وحينئذ سنملأ الأرض عدلا وإن قلنا لقلنا صادقين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين حتما بمثل هذه القصائد تنتصر الأمم الحرة تنتصر القلوب الثائرة التي تتطلع إلى تحقيق وعد الله على أرضه من أجل عباده الذين لا يزالون واقفين على بوابة انتظار الشمس وأنت منهم يا يوسف طال الانتظار متى سيعود لهذه الأمة سؤددها وعزها المفقودان ألا إن موعدهم الصبح ألا إن موعدهم الصبح والصبح قريب بإذن الله تعالى فإن شاء الله تعالى نتوسم خيرا بإذن الله ونسأل الله أن يكون على حياتنا أن يأتي هذا اليوم الذي تنتصر في أمتنا ونعود إلى الأقصى ونصلي ونسجد على طراب القدس الله أمم عن فكرة الشعر في وجدان أبناء الأمة المتلقين على اختلاف مستوياتهم الثقافية يا يوسف إلى أي مدى ترى أنت أن مثل هذا الشكل من أشكال القصائد الثورية الجياشة الممتلئة بالعاطفة المهيجة لمشاعر الجماهير والملهبة لهم إلى أي مدى ترى أنها قادرة على تشكيل حالة من الوعي في نفوس هؤلاء بحيث يقوم كل منهم في دوره أو بدوره بعد سماع مثل هذا النص المحرد والله أخي مصطفى أنا أظن بفضل الله تعالى أن أمتنا فيها خير يعني مهما جرى ومهما رأينا ومهما فكرنا في هذا الواقع المثبت الذي نحن فيه أمتنا فيها خير أمتنا تقرأ القرآن أمتنا تسمع الشعر الجميل أمتنا تفهم الشعر الجميل وتفهم رسالة في القصائد أكمل وتعمل على أن تنقل هذه القيم التي تلقتها من هذه القصيدة وتنقلها إلى أبنائها يعني أنا أرى في كثير من المهرجانات هذه القصائد تلهب مشاعر الجماهير والله العظيم يعني ترى أناسا بعدما ينتهي المهرجان الطفل الصغير والأخت والامرأة والأم والزوجة والأب والأخ كله يطلب القصيدة من كله يتفاعل معها يقول لك الله الله يعني بإذن الله تعالى الخير موجود في الأمة والقصيدة العربية مؤثرة جدا صدقني رغم أننا نعيش في عصر السرعة وعصر التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعية إنما هناك جمهور كبير للقصيدة العربية وهي لا تزال بخير والدليل على ذلك أننا أحيانا مثلا على وسائل التواصل إذا تأخرنا بنشر شيء قليل ما ترى الهاتف يارون لماذا لم تنشر بعد إذا حدثت قضية ما سواء في فلسطين أو في أي بلد عربي وهم بلداننا جميعا يعني أحباء الشعر يرنون لك على التليفون لماذا لم تكتب أين أنت ماذا قلت أسمعنا هاتي هاتي يعني هناك جمهور للشعر بإذن الله جميل وواعي ومسقط أحسنت يا يوسف عن لبنان في ثوب القصيدة وبعيدا عن الشعر كلمني عن لبنان التي تحب أو الذي تحب والله يا أخي مصطفى لبنان هو لبنان كما يقال كان سويسرا الشرق لبنان هو البلد سويسرا الشرق لبنان بلد الطبيعة الخلابة بلد المناخ الجميل بلد الثمار الطيبة بلد الطعام اللذيذ بلد الأهل الطيبين بلد الكرام بلد الضيافة أنت من بلاد الشام وتعرف ما هي بلاد الشام وبركة بلاد الشام وخصوصا لبنان صدقني ولبنان جماله بتنوعه تنوع الفكر والثقافة والطوائف أما الآن نحن بوضع مزري قليلا ونسأل الله تعالى الفرج ونأمل من الله تعالى أن يعود لبنان كما هو لبنان هو رسالة صدقني سيعود بإذن الله وهو رسالة جميلة جدا جدا في العالم العربي وهو بيت كل العرب ومضياف وكل الذين زهون لبنان يعرفون ما هو لبنان هذه مشاعر طيبة من لبناني وإن كان يتأسى على واقع وطنه إلا أنه معجون بالأمل هل تفقد أملك بأن تعود للقدس يوما؟ أبدا أبدا وأنا لا أفقد أمني بإذن الله لكنك معجون بأمل شروق شمس لبنان من جديد أو أن يتحول الواقع إلى ما هو أفضل من الحال التي هو عليها الآن هذا يعكس مدى انتمائك لهذا الوطن وانصهار روحك في روحه كما لو أنكما روح في جسدين وهكذا كل لبناني حر يكتب الكلمة الحرة إلى كلمة حرة جديدة أسمعنا شيئا تفضل يا يوسف بما أنك تقول وتكلمني عن لبنان سأقرأ قصيدة عن الأم والوطن هو الأم أي نعم ولا شك الأم وطن والأم هي لبنان وهي العائلة وهي الامتداد وهي الكل بالمناسبة تحية لأبي وأمي وأصلاة على أن يبدأ أعمارهما ويطلع أعمارهما بالخير إن شاء الله ويمنع عليهم بالصحة والعافية أنتم ووالدي جميع المشاهدين الجميع إن شاء الله سلمت كحل العيون تراب مسن عليك كحل العيون تراب مسن عليك وجنة الخلد تزهو تحت رجليك يا نعمة الله أنت الروح أنت أنا عمري أقدمه كرمى لعينيك فأومئي تجديني طيعا فرحا بالروح أهتف بالأرماق لبيك يا من دعاها أناغيم مرتلة يا من تعندل لحن الحب للأيك الله هات يديك أقبل طهرها جزلا لم أرتشف قط عطرا مثل كفيك الله 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 هات يديك أقبل طهرها جزلا لم أرتشف قط عطرا مثل كفيك وما رأيت غروب الشمس في شفق إلا ومر ببالي لون خديك وما نظرت لبدر الليل مكتملا إلا وطافت بي الذكرى حواليك وما شهدت طلوع الفجر من سحر إلا ظننتك قد أيقظت هدبيك عظيم أماه أماه يا حضنا أحن له ذبت اشتياقا فمدي لي ذراعيك أتيت أحمل أحزاني على كتفي فيا أماه بالمضنى حنانيك من جديد أماه أماه يا يا حضنا أحن له ذبت اشتياقا فمدي لي ذراعيك أتيت أحمل أحزاني على كتفي فيا أماه بالمضنى حنانيك يا جنة القلب في الدنيا وبهجته أنا لك الله في الدارين سعديك أنا لك الله في الدارين سعديك وأسأله تعالى أن ينيلك كذلك سعادة الدارين أستاذ مهندس يوسف على هذا الجمال الكبير جدا والمؤثر حقيقة لكن الأمة لا يمكن لقصيدة أن توفيها حقها أبدا أبدا ولو كان القصيد بماء البحر يستطر تعطي بلا سبب وتعطي بسبب أكذا هنا الأمهات وبذلك تتفوق النسوة على كثير من الرجال في هذا الزمان لذلك قال صلى الله عليه وسلم أمك 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 ثم أبوك أحسنت أحسنت هنا أسس عليه الصلاة والسلام لمدرسة الأخلاق العالية وأسس كذلك لحق أصيل من حقوق المرأة ألا وهو البر وقدم بر الأم على بر الأب ثلاثا صحيح أحسنت يا يوسف بارك الله وكسته بعد هذا الجمال لابد من سؤال مختلف الآن واجهه لك ما الذي يريده الشعر من يوسف الخطيب باعتقادك الشعر الشعر يريد بن يوسف أن يكون تجربة خاصة مميزة وأن يكون يوسف برهانا قاطعا أن الشعر ليس حكرا على المختصين باللغة العربية أو على أهل الشريعة أو الشعر هو موهبة فطرية يجب أن ينميها كل إنسان في داخله الفن بشكل عام والشعر هو أوجه الفنوع الأجمل أظن إجابة موفقة أظن يريدني الشعر أن أهندس الكلمات عظيم يريدني أن أهندس الكلمات بقالب جميل جدا نقل بالسؤال ماذا تريد أنت من الشعر أريد من الشعر ذا أن يبلغني أو أن يبلغني أن يخلد حبي لأوطاننا العربية ذكرتني بمطلع المتنبي أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن ما شاء الله أكمل يا يوسف تفضل أريد أن يبقى شعري خلفي مؤثران أن يكون رسالة جميلة أن يحكي عن المواضيع الإنسانية جميعا عن الحب عن حب الأم والزوجة والولاد عن حب الوطن عن حب الله عن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن يكون ذكرى طيبة الشعر خلفي وأظن إن شاء الله تعالى يعني أنا أجهد أن يكون كذلك إن شاء الله وأنت لها يا يوسف أكيد أن تجهزت القصائد التي رتبنا لها سوية في وقت سلف ولكنني سأفاجئك وقبل الفاصل بطلب ربما يعني تجده صدمة لكنها إيجابية اطرح علينا سريعا أو اقرأ لنا الأبيات التي كتبتها قبل أيام وكانت بنكهة رياضية تذكرها رياضية في كرة القدم أي نعم أي نعم تفضل أنت مشجع لكرة القدم نعم نعم مشجع كرة القدم في كل مكان وأنت مثي مدريدي أليس كذلك بغض النظر حتى لا يغضب متابعون المشجعون كنت أشاهد مباراة كرة القدم نحن نحب من يقدم لعبا جيدا كذلك نحب من يقدم شعرا جيدا وكلكم شعراء كبار كنت أشاهد مباراة كرة القدم دوري من نصف نهاية أظن نعم كان يلعب فريق الإسباني مدريد مع الستي الإنجليزي لا أدري لماذا ورطني في هذه الورطة تفتح قلت بعد أن فعل ما فعل مدريد قلت عطرك يشبه عطر الحبقي تختالين بأجمل ألقي إنك بين نساء الدنيا مثل ريال بين الفرقي الله وفي النهاية قلت لا أدري إذا كنت أحفظ الأبيات قلت لو عاد بي زمني لماضي خالي لاخترت أيضا أن أكون ريالي جميل ولا عشت ذات العشق ثانية ولم يخطر سوى هذا الجمال ببالي ولكنت في الليقة أحبك دائما ومتيما بك أنت في الأبطال ولكنت في الليقة أحبك دائما ومتيما بك أنت بك أنت في الأبطال وللأمانة هذه القصائد تستحق نهفة جميلة وربطني بها لكنها جميلة شكرا لما سيسمع من يوسف في الوجبة الثانية من هذه الحلقة ربما سيلومنا المشجعون الأخرون إنما لن يلومنا أحد لأنهم يعلمون أنها قفشات وطرف لا أكثر نهفات نعم هذا سليم وكلام جميل جدا ذكرتني أيضا بصديقنا الشار محمود العوامي الذي قال بما معنى حتى وإن كنت مدريديا فأنا من أجلك سأتحول إلى خصمه الفريق الآخر صحيح فريق البارس هذا من جمال التعبير الشاري أحسنت يا يوسف الآن سنخرج إلى استراحة فاصل قصير مشاهدين الكرام نتابع أو نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نتابع لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا اشتركوا في القناة أحياكم الله وعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم هنا في الأستوديو نواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشعر اللبناني الشاب الجميل حقا والمتميز كثيرا إلقاءا وكتابة ومجازا وفكرا وهندسة المهندس يوسف الخطير بجهادة إنسان مميز مثلك شاعر جميل أنا أكثر سعادة بمجالستك تسلم تسلم أستاذ يوسف ولا أعلم لماذا أنتم المهندسون لديكم حساسية من لفظة أستاذ وتفضلون عليها حرف الميم هو حق ومستحق لكن هل الأمر باعتقادك يعني فعلا يستحق مثلا هذا الغضب من المهندس إذا نودي بأستاذ نحن على الأغلب في المجتمعات ننادى بأستاذ إنما لفظ مهندس هو شيء يعني يميزك عن الأساتذ الآخري أكثر قيمية أساطين الكلم وهم أساطير اللغة إذا ما أحسن سبر غورها ما شاء الله وهم كذلك من يبنون للغة عمادا تتلألأ في أعين الناس وفي قلوبهم يوسف الحديد لن يستطيع مهندس وأن يقول ما قلت ما شاء الله نأخذ بعض عطركم الذي يعني نتجاذبه من خلال أرواحكم العذبة بكهروم مغناطسية أدبية شعرية عالية التأثير والتأثر خذنا إلى قصيدة يوسف بعيدا عن الأسئلة الآن لن أسألك إلا بعد قليل سننتقل الآن من جو الحزن إلى ما؟ إلى الغزل الجميل العفيف إلى الغزل العفيف خذنا إلى عفيفك وضريفك كنت مرة أقرأ أو أسمع للأستاذ الدغيم شتان بين المالكات أو مالكين نصابة فاستفزني هذا المطلع دكتور أنا سيد دغيم أبو معاون فقلت شتان بين المالكات جمالا حفنا ملكنا وتملكين جبالا والواردات حياضه يرشفن إذ تتضلعين وتحبرين كمالا مطرت سماء الحزن نلن رذاذه ومطرت وحدك وابلا هطالا الله 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 شتان بين لحاظهن فأنت إن طرفت لحاظك تطلقين نبالا عظيم أسماؤهن على ضفاف قصائدي والمد أنت وكم حوت رمالا يا سلام لم يرس غيرك في الفؤات وإنه ما مد قط لمن سواك حبالا شتان بين الجاذبات حبيبتي يضربن يا عمري بك الأمثالا عيناكي كنه الحصن صنوا السحر في حدقيهما ألق النجوم تلالا وإذا تناءت زهرة عن روضة تتبادلان بمقلتيك خلالا والورد والورد حمرتهن عكاسة وجنة خجلا تراءت قانيا جريالا يا فخرة كل الباسمات لبسمة من ثغرك الكرزي تقتل حالا يا فخرة كل الباسمات لبسمة من ثغرك الكرزي تقتل حالا الله شتان بين الطالبات مشاعري كم كنت أبدو عندهن خيالا شتان بين الطالبات مشاعري كم كنت أبدو عندهن خيالا الله جميل جدا يا يوسف يا روح روحي صدني وأنا الذي كم صال في شعب الغرام وجالا ذلولا سلكت سبيل قلبي خلسة كالنحل تفتأ تقطر الأعسالا يا مهرة عربية بيضاء من دلع تبختر ثوبها إرفالا حوراء والهدب المشهر فتنة أوتيته مثل القنا قد تالا يا شمس عمري إن ألمع نجمة لو تشرقين ستوثر الترحالا جل الذي سواك أجمل لوحة واختصني سبحانه وتعالى جل الذي سواك أجمل لوحة واختصني سبحانه وتعالى أحسنت أحسنت يا يوسف هذا الغزل الوصفي الذي جاء على سجيتك دون تكلف وكانت قافيته لامية تشعر أن اللام المنصوبة جميلة جدا في القافية والربيج تليق بمثل هذه الموضوعات أبدا أبدا جميلة جدا تليق وكأنها فستان العروس على العروس أحسنت ربما هذا سيقودنا إلى يعني نقاش حر دعني أجريه فيما بيننا الآن بعيدا عن لغة السؤال والإجابة يا يوسف يعني القوافي ليست شكلا من أشكال العبث إنما هي شكل هندسي كما تفضلت هي تأتي في نهاية المبنى حتى تجعله أكثر اتزانا في نهاية السطر البنائي صحيح تماما هي كحجر الأساس الذي يوضع في البداية مئة بالمئة البداية والنهاية وليست فقط حاجة إن أنا من وجهة نظر هندسية فضل البيت الشعري هو بناء وآخره هو القافية والروي كما أنني في مجال عملي عندما ننشئ مبنى مثلا أجمل ما تراه العين هو آخر ما تراه نعم لا ترى العين مثلا الأساسات والأعمدة والسقوف القبة المنارة التي تعلها هذا المبنى ترى الإكساء الخارجي نعم وكذلك القافية والروي وأنا أيضا عندما أكتب الشعر صدقا يعني لا أتعمد ما هي القافية وما هو الروي أجد أن القصيدة تولد وتولد معها قافيتها وروي طيب تخيل معي يا يوسف قصيدة في الغزل قافيتها هكذا يتلطخ ليست رقيقة يشرخ ليست موسيقية إذن نصل لفكرة مفادها أن القافية رئة تتنفس فحوى النص مئة بالمئة ودلالته مئة بالمئة وما فيه من محتوى مئة بالمئة وحقيقتها الكامنة في روح الشاعر وانعكاس هذه الحقيقة في السطور يقود الشاعر ضمنيا إلى ضرورة أن تكون القافية متناغمة مع الموضوع والفكرة والحس الشعوري الذي أساله على الورق ومع الموسيقى التي يريد أن يوصلها الشاعر القافية تعطي القصيدة جمالا خاصا صدقني إذا نظمت قصيدة محبوكة وجبيلة جدا وبليغة وما إلى ذلك وقافية هو روية وليس موسيقيا عذبا على الأسماع ربما يكون المتلقي غير سعيد بسماء هذه القصيدة هناك من يقول يا أخي لا تظلم أحرف اللغة لا تتجنوا على هذه الأحرف فالأحرف إذا وقعت في خواتيم الكلمات أو القواف فإنما هي لها دلالة نحن لا نختلف على دلالة ولكننا يعني ننزعج أحيانا أنا أتكلم هنا بالنون الدلة على الفعلين أقصد عموم الشعر ربما ينزعجون هم من يعني عدم اتقان وإحسان اختيار القافية المناسبة للنص المناسب أيضا أنا تخيل مثلا قافية ألخاء لنص عاطفي أنا أنا أجد أن طبعا لا نعيب أي حرف من حروف اللغة العربية أكيد طبعا ولكن من باب لكل مقام مقالي نوعية النص التي إذا كنت تكتب نصا فروسيا ونصا كذا تستطيع أن تجد قافية صلبة شيئا ما أما إذا كنت تعالج نصا روحيا دينيا غزليا لأمك لأختك وأم شابه لا تستطيع أن تأتي بقافة جافة وثقيلة على المسانع هكذا أرى خصوصا على منبر على مهرجان على كذا أكيد أكيد وهذه تحتاج ذكاء وحسن فطنة وإدارة لمحتواك الأدبي إذا ما ذهبت إلى مهرجان ما فإنك بكاميرا أعينك ترصد المستويات المختلفة لهؤلاء المستمعين كتابا كانوا أم أدباء أم شعراء أم حضورا عاديين نعم وتحدد بناءا على ذلك على هذا الاستقراء تحدد النصوص التي يجب أن تقرأها اقرأ علينا هناك بعض المقاطع الغزلية طلبها مني بعض الجمهور لكي أقرأها في الحلقة لا بأ استفضل أقول ونحن من جمهورك ونطلبها أيضا أبيات غزلية بطابع حربي غزل حربي قولوا عيناك مثل الروسي في الطغيان ضربت بأسلحة الدمار كياني وأنا المحاصر تحت قصف لحاظها والقلب مثل مدائن الأكران أملتني يا الله أملتني ونقط مفاق الهوى ووعدتني والوعد أمريكاني أملتني ونقط مفاق الهوى وعدتني والوعد أمريكاني يا إلهي مميز يا يوسف ما شاء الله عليك أكمل ألقيت لديك الأقلام ورفعت يدي استسلام يا لوحة عمري لست أنا من بعد عيونك رسام الآن أكون على ثقة أني أتوهم أوهام بعض الأحلام لها قدر أن تبقى دوما أحلام بعض الأحلام لها قدر أن تبقى دوما أحلام بعض الأحلام لها قدر أن تبقى دوما أحلام ربما كتبته لم أكن أعرف أنه موزون قبل أن أتعلم بحور الشهر لذلك أحمله في قلبي أينما كنت كتبته قبل أن أتعلم العروض والأوزان الشهري عندما تعلمت الأوزان عرفت أنه موزون فأحب هذا المقصع من وله ذاكرة خاصة منذ زمن بعيد إلى غيرها رسلة الأخرى بعنوان أأنساكي أأنساكي إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناكي أأنساكي إذا افترقت على ضرب الهوى المذبوح عن دنيايا دنياكي وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي عظيم وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاكي أأنساكي أأنسا كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياكي أأنسا كيف كان الورد يسرق عطر يمناكي الله وكيف النورس البحار للأمواج غناكي وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاكي وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاكي أأنساكي أأنسا كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاكي وأذكر عندما تنضين طرفا في الهوى باكي كأنك بلبل غريد نعم يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحد فلا يجد الله كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاكي أأنساكي أأنساكي اللهم أجملك يا يوسف ذكرتني بغنائية لفنان أيضا كان مطلوها أأنساكي جميل جدا سؤال بات يقتلني إلى الأعماق يأخذني ويعوي صوته المشؤوم في أعماق ذكراك جميل جدا كذلك نصك ربما يتفوق على ذلك النص حتى وإن اتفقت معه في المطلع مفردة لا بأس أنساكي كلنا نقول أأنساكي نعم فكرة تراود الجميع إنما يعود كلنا ضد هذا النسيان سواء للأرض التي ننتمي لها سواء للأمة التي نشتاق لها سواء للإبنة سواء للزوجة للزوجة للإبنة للأمة للأرض للقرية للمدينة المشاعر صادقة نحملها له لكل أولئك الذين جمعتهم نون النسوة وحتى بشقيها مفتوحة كما كانت المربوطة لذلك هذا الصوت الذي يأتي من الداخل لهم جميع من تقول أنساكي لن أنساكي لن أنساكي أحسنت يا يوسف إلى قصيدة جديدة نريد قصيدة أخرى لها وقع حزن الناي حين يغرد سأسمعك هذه القصيدة كتبتها عندما رأيت بعض مشاهد الأطفال التي تغرق في البحار تعرف حالنا في بلاد الشام في لبنان في سوريا كلنا في الهم شرق في فلسطين تفضل يا يوسف اقرأ علينا مخاطبا هذه الجثة التي طافت وألقتها البحار على الشاطئ نعم طبعا ملأت صور تلك الجثة مختلف وسائل الإعلام ومنصاته نم يا صغيري نم يا صغيري نم يا صغيري فإن الليل قد وقبا نم في سلام ولا تستصرخ العربا لا تنتظر لا تنتظر عمرا يأتيك منتضيا يستل باتكه أو يجبذ القضبا يا الله ولا عليا يحق الحق منبلجا بذي الفقار كليث الغاب إن وثبا نم يا صغيري على شط الأسى جزعا فالبدر يمضي ويدج الليل إن ذهبا فالبحر كالناس غدار ومضطرب يبدي السكون ويخفي ديدنا لجبا يا الله سافر كنجم إلى الجنات سافر ذر لهم شسعيك تقذف في وجه المدى شهبا سافر كنجم إلى الجنات ذر لهم شسعيك تقذف في وجه المدى شهبا دع عنك عيشا خنوعا كله وهن ومتغريبا أبيا نفس منتصبا دع عنك عيشا خنوعا كله وهن ومتغريبا أبيا نفس منتصبا الله كأس العذاب لها طعم معلقمة يا إلهي ومن رأى الكأس لا يدري بمن شريبه من أوصد الباب والأرض التي رحبت في وجه طفل من الكابوس قد هربا من الذي اغتال في عينيك من الذي اغتال في عينيك أمنية من خان حلمك من أدمى بك الهدبا تبت أياد الذي ألقاك في لججد لا سامح الله من كانوا هم السبب يا أمة ضربت بالعار أمثلة يا أمة هتكت تاريخها الذهبا ما لي أراك بخذلان متأطئة هاما وظهرك من إذعانه حديبا ما لي أراك بخذلان متأطئة ظهرا متأطئة هاما وظهرك من إذعانه حديبا ما لي أراك وأذناب رويبضة قد أسلموك بلا خدر لمن رغبا باعوا قضياك والأثمان باخسة يا والله وسوقوا الفحش والإفساد والطربا في القدس في الشام في بغداد في يمن في كل سقع نجيع سالم سكبا سرنا ننيخ مطايانا ببسكنة لكل باغ على ظهراننا ركبا نحن الذين ملأنا الأرض مرجلة نحن الذين نشرنا العلم والأدب كنا الأباتأ للأجياد نسرجها بالمرهفات نوري أعداءنا العجبا يا أمتي أنا أن تسترجعي همما وتمسح العار والأسقام والوصب لا أبد للليل أنا أن تسترجعي همما وتمسح العار والأسقام والوصب لا أبد للليل مهما حلولكت ظلم أن يشرق الفجر والضاحا كما دأبا لا أبد يأتي زمان النصر منبلجا لا أبد للحق يوما يكشف الريبا نم يا صغيري بلا منفى ولا وطن نم في سلام ولا تستصرخ العربة نم في سلام ولا تستصرخ العربة وقل يا ربي حيئ لنا من أمرنا رشد رشد بإذن الله تعالى واجعل العرب والمسلمين في كل أسقاع الدنيا يستعيدون حقهم ومجدهم في آخر المخاط بإذن الله تعالى والصبح يولد علينا أن نواصل الاستصراخ يا يوسف علينا أن لا نفقد الأمل فالعرب هم مادة هذه العزة المرتقبة نعم نعم إنهم نريد أن نقذ فيهم إنما ربما كانت لوم المحب لوم المحب لوم المحب نعم وألم العاتب لوم المحب نعم أحسنت أحسنت يا يوسف قبل الختام رسالتك إلى لبنان الذي تحب أمنيتك من أجله ما الذي ترجوه من أجل وطنك يعني نسأل الله تعالى أن يمنى على لبنان وجميع الأقطار العربية على لبنان بالخاص نعم بالأمن والأمان والبحبوحة نسأل الله أن يفرج عن الفقراء والمساكين صدقني نحن وضعنا في لبنان مزري جدا يعني اليوم يعني يحاول الناس يعني ربطة خبز لا يجدون تخيل يعني ليس هناك كهرباء ولا خبز ولا دواء الأطفال يموتون على أبواب المستشفيات واصلوا بث الأمل نسأل الله تعالى وعلى الأرض تحاولوا صناعته لبنان سيعود وكما تقول الأغنية اللبنانية الشهيرة التراثية لبنان رح يرجع لبنان رح يرجع والوطن العربي كله رح يرجع بإذن الله تعالى رافع الرأس عزيز الشأن نجيد ورفيع العمان ولبنان هذه الرسالة المقدسة سيعود بإذن الله تعالى يعني حضما دافئا لإخوانه العرب جميعا بإذن الله شكرا يا يوسف مضى الوقت سريعا ماذا تقول في ختم الحلقة شكرا لك أستاذ مصطفى شكرا للأخوة العاملين في الكوالي شكرا لكم على حسن الضيافة بارك الله بكم وساعدت وجودي معكم وأنت أمسان مميز نفخر شكرا شكرا يا يوسف بإذن الله مثل هذا اللقاء العذب لن أرضى أن يكون مرة واحدة على شاشة الرافدين بإذن الله سيكون هناك لقاءات أخرى في قادم الأوقات ونرجو أن يكون قريبا يوسف الخطيب الشاعر اللبناني الجميل جدا وصاحب القيمة والمبدأ والكلمة الحرة شكرا جزيلا لك سعدت بك شكرا لك شاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصين في الأسبوع المقبل بحول الله وإذنه وقوته يتجدد لقاءنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيبات تمنيات دائما كونوا في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة